السلام عليكم أخواتين تمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم إن شاء الله سيشارك معكم طريقة تحضير للميرين دينا في صنع منذلي اقتصادية بدون مكونات بمكونات بسيطة بدون زيت بدون زودة يمكنكم تحضروها كتجيلة ذيئة للبنة رائعة بحل المحلات تماما إذا صنعتوها أكيد ستصنعوا واحد ميرين دينا رائعة كما تعرفوا أن ميرين دينا تعجب الولد الصغر وكذلك تعجب الكبر فأكيد لذيذة جدا جدا إلا كنتوا أول مرة تشوفوا القناة ديالي ما تنسوش أنكم تضغطوا على زر الاشتراك زر المربع الأحمر وما تنسوش أنكم تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد فيديوهاتي وما تنسوش تشجيعاتي باللايك فضلا وليس أمرا خليكم مع المقادير وطريقة تحضير بسم الله على بركتي الله بالنسبة للمقادير نحتاجوا جوج بيضات يكونوا بحرارة المطبخ ثم نضيف عليهم سشي من فانيلا يمكنكم تضعوا روح الفانيلا أو يمكنكم تضعوا قشور حامضة حسب المتوفر في البيت ثم نضيف ثلاثة لمعلك كبار سكر سندة أو سكر حبيبات يمكنكم تضعوا الأقل حسب المذاق سوف نحاول نخلطه جيدا بالطراب اليدوي جيدا تحريكا مستمر باش السكر سندة الدوب وتنسج مع البيض بالنسبة للمقادير ضروري نحصله على واحد الخالي يكون بيض نخلطه مزيان مزيان مكونات كما كتشوفو باش السكر حبيبات ما يبقاش لنا يعني يدوب لنا مع البيض جيدا بهالطريقة هذي نضيف ثلاثة مزيان وضع كاس عنباء من الحليب دافئ ونحاول نخلطه جيدا تحريكا مستمر باش الخاليط يتجانس مع بعض بهالطريقة هذي ثم نضيف معلقة صغيرة للاعسل منسبة للاعسل الاختيارية فأنا كنفضل العسل في البانكيك يجيب به البانكيك يعني كياخد واحد اللون اللي هو دهبي من الكيطر كيجيب به رائع البنات كما كلي قم شي ضروري وإنما إلا كان أفضل سوف نخلطه جيدا مع بعض ثم كنحاول نضيفه كأس عند بدية الدقيق مع ساشي من خمرة حمرة أو بيكينت باودر كنغربلوهم بنسبة لبنات الدقيق كان الدقيق اللي ما كيتشربش الخالد إلا كان الدقيق ما كيتشربش الخالد ضروري أنه قم توضعه كأس ونصف فهنا وضعت كما كتشوفو كأس ديال الدقيق كما كتشوفو المهمته ما كتحركوا وكتشوفو الخالد ديالكم خصو يجي عاقد بحلاتك ما خصوش يجي جاري باش تحكمو عليهم اللي طيب والبانكيك ما يجي لكمش جاري ويسيح لكم في المقلع ضروري أنه قم يجي شوية عاقد يجي بحل الخالد ديال ديال البغرير تماما كما كتشوفو كما كتشوفو إذا كان الخالد ديالكم جاري ضروري أنه قم تزيدوا شوية دقيق حتى تحصلوا على الخالد بحل اللي بغرير تماما سوف نخلطو الكل مع بعض بالخالد اليدوي يمكن لكم تستعملوا الخالد الكهربائي هنا كنحتاجوا هنا واحد القرعة اللي تكون صغيرة كنوضعو فيها الخالد ديالنا بالنسبة للقرعة اللي بنات حاولوا تديروا القرعة تكون صغيرة بش تحكموا عليها يعني من الليلة تشكلوا البانكيك ديالكم في المقلع صافي كنوضعو الخالد ديالنا في القرعة بالنسبة للغطاية اللي بنات كنشدوا واحد واحد سفود بحل هكا كنسخنوا مزيان مزيان كما كتشوفو كنحاولو نديروا تقيبة في الوسط صافي كنغلقوا جيدا القرعة كنحتاجوا واحد المقلات اللي تكون ساخنة ضروري ومؤكد تكون ساخنة وضروري تكون العافية مهيلة البنات كتحاولوا تشكلوا البانكيك بحال هكا البنات بموهي مش مشكلة يكون مربع او مستطيل كبير او صغير مش مشكلتك شي يعني ضروري كنغدو في الاخر صافي كتب البانكيك ثم كنغدو من الجناب صافي كتحاولوا تتطيبوا البانكيك بهالطريقة هذه البنات والعافية تكون مهيلة البنات ولمقلات تكون مدهونة البنات بالزيت ضروري إذا كانت البقلات تلصق فماشي مشكلة إلا شدتوها كساحة على الجناب ولا شي حاجة غادي نقدوه ضروري ما يستحي إلا كانت المقلات كصغيرة يعني ما كانش في نشكلها كالبانكيك دينا او يمكن لكم تضعو وحدة وحدة كف المقلات بشي اللي بغيتوه كيجي متساوي صافي كنحاولوا نشكله بهالطريقة البنات والعافية تكون مهيلة وكيما كتليكم ماشي ضروري يكون كبير او صغير ماشي مشكل كان لي ما كيتحكم شكا في يديه ماشي مشكل المهم انه هو يجي محمر وطيب مزيين صافي وكنطيبوا البانكيك دينا بهالطريقة هدي حتى كنكملوا الخالد دينا كامل كيجي رائع البنات جربوه اكيد ما غديش تستغنوا عليه وضغية كيوجد فوقت وجيز مكونات بسيطة ما كياخد شي مكونات ليهما بزاف كيما كتشوفو شي كبير شي صغير وانما ضروري ماشي مشكلة حيث المقلة صغيرة الى كانت المقلة كبيرة كتساعد ولكن ماشي مشكلة لاني غادي نقدوه في الاخر كيما كتلكم والخالد ضروري ما تديروش الخالد يكون جاري باش تحاولوا تحكموه فيه اكتر صافي كنقلبوا البانكيك دينا بهالطريقة هدي نحاولو نقلبوه صافي تحمر من كلها للجهتين ما كتشوفو هادي راه ضعت لي شوية صافي حتى نكملو البانكيك دينا كامل البنات كيما كتشوفو العافية ضروري تكون عافية مهيلة البنات كيجي رائع جربوه وما غاديش تستغنو عليه نهائيا البنات كيجي رائع رائع بزف وكما كتعرفوا ان البانكيك كيعجب ويدات الصغار بهالطريقة هدي كيكون في حل جنواز من الداخل كيجي غزال بلا زيت بلا زبدة رائع جربوه واكيد ما غاديش تستغنو عليه نهائيا صافي حتى نكملو الكمية دينا كامل بهالطريقة هدي باش اندوزول بنات التزيين كيمة تلكم القرعة صغيرة كتتحكموا فيه مشي بحل قرعة كبيرة اكا والخالط يجب ان يكون شجاري بزف كما كتشوفوا يجب ان يكون حل خالط دي البغرير سماما بالنسبة لي اجنابه خاجة وما مقدين مشي مشكل فقد نقدوه طفل البناتك نكملو الخالط دينا كامل حتى ندوزو للتزيين كما كتشوفوا ياخد واحد اللون اللي هو دهبي كيجي محمر وغزال البنات تشربوه واكيد ما هديش تستغنو عليه نهائيا كنحاولو نقلبوه في هالطريقة هدي صاف البناتك احتاج هنا واحد الكسرونة كما كتشوفوا كنوضعو فيها خمسة دي القطع من شوكولاتة ثم واحد ضانيت شوكولاتة ضانيت شوكولاتة ثم نقلبوه كاكاو ثم نقلبوه كاكاو ثم نقلبوه كاكاو ثم نقلبوه كاكاو يمكنكم الناس كاكاو كاكاو نقلبوه ثم نقلبوه ثم نقلبوه ثم نقلبوه ثم نقلبوه ثم نقلبوه فقط شوكولاتة يدب ما فيه ميطة يبغيش شوكولاتة اللي غا يدب صافي صافي ودابة بعد ما البنات اهو شوكولات ديالنا كما كتشوفوك نحصل على واحد الخالط ثم نقلبوه ثم نقلبوه بشي يبردين الخالط بها الطريقة هذي وغادي نقلبو الخالط ديالنا ديال الشوكولاتة كما كتشوفوه حتى يبرد مزيين مزيين عاديك الساعة نقلبوه نقلبوه بانكيك ديالنا اللي طيبنا ثم نقلبوه علامة بالخروج غادي وحاول مزيين جاكيدة بشي يبرد من الواسط كما كتشوفوه بشك نصق به مع الطرف الاخر جيداً بهذا الخالط هذا ديال الشوكولاتة ودانيت فكيجي رائع لبنات ثم كنلسق به البانكيك بهالطريقة هذي حتى كنكمل البانكيك ديالي كامل بالنسبة كما كنت لكم يمكن لكم الدبلو للكمية ديال الميرندينة أو البانكيك فأنا وضعت هنا كمية اللي هي صغيرة يمكن لكم الدبلو الكيمية كما كنت لكم صافي كنحاول نلسق به البانكيك ديالي بهالطريقة هذي جيداً جربوها البنات ما غديش استغنوا علي نهائياً كما كنت لكم كيجي رائع صافي عدتك نكمل البانكيك بهالطريقة هذي كنلسق بهه جيداً باش اندوزوا للتزيين البنات كنحتاجوا شوكولاتة اللي دوبتها في حمام مريم ثم كنحاولوا نغلفوا به هكا للميرندينة مزيان 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 على برة باش كتجي مغلفة هكا بشوكولاتة جيداً ثم كننوضعها على واحد البلاستيك باش كتبرد تاكت برد كسع كنزينها بضانية شوكولاتة بانتبال ضانية شوكولاتة وضعته في بلاستيك او في واحد الميكا لتقبتها هكا باش كنحاول ندربي خطوط كما يبغيت الخطوط اللي تزينوا بها هكا في الدر بها الطريقة إلا كان عندكم البيش كيتزينوا من الأحسن فأنا ما عنديش وضعت هنا غيف الميكا هكا فكتجي ميرين دينا رائعة البنات بعد ما بردت مزيان مزيان كاتجي رائعة يمكن لكم تجربوا هكا الوليدة الصغيرة يمكن لكم تصنعوها يعني مكونات بسيطة هكا تبدلوا شوية للطبخ ديلكم هكا توضعوا هكا الحاجة دي المحلات هكا في الدر جربوها ما غديش تستغنوا عليها نهائيا أكيد غدي تنال إعجاب ديلكم وإلا عجبتكم لا تنسوش أنكم تخليوا لي الأراء ديلكم في التعليق وتقول لي كيف شجتكم وما تنسوش أنكم تبرتجوا مع الأهل والأحباب شكة عم فائدة وما تنسوش أنكم تبرتجوا مع الأهل والأحباب شكة عم فائدة وما تنسوش أنكم تجعوني بلي لايك فضلا وليس أمرنا لبنات كنتمنى أنا للفيديو كنا لإعجاب ديلكم وهنا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله